مشاهدين الكرام سؤال صفحتنا على الفيسبوك ليس بعيدا عن أحداث ما جرت البارحة واليوم وبيتكم عامر على الصفحة طرح سؤال يقول ماذا نملك للدفاع عن الأقصى وكيف نقوب واجبنا اتجاهه على الرغم من بعدنا عنه وكيف نساند المرابطات والمرابطين في الأقصى خلينا نقرأ مسيجاتكم مع بعض نرمين بتقول الدعاء وهو سلاح يغفل عنه الكثير فيجب الدعاء للمسجد الأقصى المبارك بالنصرة والاجتهاد في حضور الأنشطة التي تهتم بفلسطين وقضية الأقصى وعدم تحقير ما يقوم به الآخرون من أعمال لنصرة الأقصى مهما كانت صغيرة ومقاطعة الشركات والسلع التي تدعم الكيان الصهيوني ما شاء الله نقاط جميلة جدا من نرمين يعطيك ألف عافية ويا رب نكون جميعا نلتزم بهذه النقاط الجميلة مثل حضور الأنشطة ومقاطعة السلع ام سام الحوامد بتقولنا نملك سوى الدعاء اللهم حمي بيت المقدس اللهم إن بيت المقدس في ودائعك وكن مع المرابطين والمرابطات وحسب الله ونعم الوكيل على اليهود الله ينتئم منهم أشد انتقام يعني الله ينتئم منهم ولا حول ولا قوة ألا بالله نملك نملك يا ام سامي الكثير نادر العسالي بقول لا نملك سوى الدعاء الأقصى المرابطين والمرابطات اللهم إنا وكلناك بيت المقدس وأهلنا في القدس فكن معهم يا رب وانصرهم اللهم لا ترفع لليهود راية ولا تحقق لهم غاية يا رب العالمين يا الله آمين يا نادر يعني شكرا أكيد لمشاركتك هدى بتقول الإجابة يجب أن تكون إجابة واقعية بعيدة عن الأميات والأحلام الوردية وتكون عبارة عن خطوات فورية وتتخلص في المقاطعة والتوعية الإعلامية والدعم المالي للمقدسيين أحسنت يا هدى يعني فعلا التوعية الإعلامية مهمة الدعم المالي جدا مهم المقاطعة كلها نقاط مهمة ذكرتها شاهد تقول القدس ليست لنا القدس لرجال الأنفاق لأرامل الشهداء لأحرار المسجد الأقصى القدس للأحرار الذين يدافعون على الإسلام في كل أرجاء العالم نحن كل ما نملكه لها هو الدعاء والرجاء من الله حتما سينجل العدو الصهيوني وستكون الأقصى لنا سواء شئتم أم أبيتم الأقصى لنا الأقصى لنا وللجميع الأقصى يا شهد لكل عربي مسلم يعني مؤمن بالقضية ومؤمن بالعقيدة هي عقيدة القدس بداية قبل أن تكون قضية شكرا يا شهد مونة بتقول إذا علمت وأنا وعلمت من حولي أن الأقصى مصطفى من الله وأن القدس معيار إيمان في قلب المؤمن أنها وديعة الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عند المسلمين أنها أمانة الخطاب وصلاح الدين أنها ميراث أمة لا تكون لها العزة بالهوية وبالمكانة والرقي وبالرفعة والخير إلا بها وقت إذن سيكون المسلم قادر على أن يعرف كيف يدافع عنها معتصم بالحول والقوة مع مرابطيها لازم نؤصل مفهوم القدس والأقصى في النفس حتى يرتفع دعائها للسماء دون حجاب بنصرتها يعطيك ألف عافية منا يعني إجابة واعية مليانة فعلا فهم ووعي سامي غنايا بيقول نملك الكثير أن نعلم أبنائنا أن المسجد الأقصى شأن الأمة الإسلامية تاريخية تاريخه تاريخ الأنبياء من بني آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي عرج به إلى السماوات العلاء من هذا المكان فشتان بين من النشأ لا يهتم إلا بشهواته ورغباته وبين من قلبه يعتصر ألما على أمته ويجب أن نعلم أبنائنا أنه لن تقوم الساعة حتى نقاتل يهود بالنسبة للمرابطين لا نملك لهم إلا الدعاء وأن يثبتهم الله عز وجل شكرا يا سامي يعطيك ألف عافية وإجابة جميلة ابتسام سمرين بتقول أقصى لنا فلسطين لنا والقدس لنا وأول خطوة للتحرير سلامة العقيدة وأن الأقصى عقيدة أحسنتي ابتسام والثانية استنهاض الهمم والشعور بالمسؤولية اتجاه قضيتنا والتي تعتبر أول قضايا المسلمين ألا وهي تحرير المسجد الأقصى ومن ثم السعي لإصلاح أنفسنا وحسن التربية تربية الأجيال حتى نخرج جيلا صالحا قادرا على تحقيق الهدف المرجو ولا نغفل عن الدعاء لله ورجاء منه بالنصر القريب إن شاء الله يعني ابتسام كلامك جميل جدا وبدي أقولك إنه نقطة السعي لإصلاح أنفسنا بداية وهي الخطوة الأولى التي نؤمن بعدها أن التحرير عقيدة وأن التحرير هي سلامة عقيدتنا نصلح أنفسنا ومن ثم نصلح ما أطلفه يمكن الزمن وأطلفه المجتمع وتشوهت هذه العقيدة للأسف الشديد يعني بنشكركم مشاهدين الكرام على مسجداتكم الرائعة التي تحمل الفهم والوعي الحقيقي وتقدم الشيء الكثير للمسجد الأقصى ويريد فعلا يكون الجميع بالمجتمع لديه هذا الوعي لحتى ننتصر إن شاء الله قريبا ووعظ الله قريب مشاهدين الكرام